وفي نهاية الأمر سنعود إلى الله سيحاسبنا على كل تصرفاتنا على كل ما اقترفنا في هذه الدنيا بالله هل اقتل خوه وسفك دم أخيه بالله بماذا سيقابل وجه ربه يوم القيامة سيأتي هذا القتيل ودمه يشخب وسيقول يا ربي قتلني سيسأله الله عن سبب قتله لأخيه ماذا سيقول لربه راهي مسؤولية عظيمة راهي مش سهلة راهي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمنا لكبهم الله عز وجل في النار في دم مؤمنا واحد إذن نحن نحتاج إلى أن نحب بعضنا أكثر نحتاج إلى أن نحب بعضنا نحتاج إلى أن نرتفع على خلافاتنا بعقل بمنطق بحكمة بروية بإخاء بمحبة هذه الأرض خلقها الله لنا جميعا لنستثمر خيراتها لنعيش فوقها بسلام بأمان فلماذا ننغس هذا الإطار الجميل الذي أعده الله لنا لنحيا في سلام ديننا الحنيف يوصينا خيرا حتى بالبيئة حتى بحيوان عندما تقتل حيوان لضرورة يجب أن لا تقتله إلا بالإحسان يقوله صلى الله عليه وسلم أن الله كتب الإحسان في كل شيء أن الله كتب الإحسان في كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته يعني حتى إذا كان حيوان ضار وبيش تقتله الإسلام يقولك يجب أن يكون في قلبك رحمة لا تعذبوش لا تنكلش به ليس تقتله وتحرقه ولا تقتله وتذبحه ولا لا حوله ولا قوةه إلا بالله العلي العظيم أستاذ محمد التعايش بين الديانات أمر حاضر في ثقافتنا الإسلامية فما بالك بين أبناء الملة الواحدة وبين أبناء الدين الواحدة معنا إحنا حتى إذا كان نسألوا أبائنا وأمهاتنا يقولك رأوا كنا نعيشوا إلى جانب بعضنا مع ناس من أديان مختلفة ونتعايش معهم هم يحترموا ثقافتنا إحنا نحترموا ثقافتهم هم يحترموا عاداتنا إحنا نحترموا عاداتهم فما بالك بين أبناء الدين الواحدة الله في الحقيقة نحب أن نتفعل مع كلام سيحمد وتحدثوا عن مستويين اثنين ثم مستوى شعبي ثم مستوى سياسي في المستوى الشعبي الشعب هذا فيه من الأخلاق وفيه من القيم وفيه من المحبة وفيه من الرحمة وفيه من التصاف والصفاء وفيه من حب الخير الشيء الكثير والكثير والكثير ودليل ذلك ما عشناه بعد الثورة مباشرة بعد الثورة مباشرة كانت القوافل قافلة قافلة من جهة إلى جهة أخرى من بابي ماذا؟ من بابي وقوفي التونسي إلى جانب الجانب التونسي ريناه ونريدها أن تتواصل دائماً ويجيب أن هذه المبادرات تتكثف يوم بعد يوم لأنها تعبر فعلاً عن صفاء القلب هكذا ليس نجي في المستوى الثاني نعم ارتقى التونسيون في مستوى العطاء إلى جيرانهم واللاوتوان سيستقبلوا في الليبية وديارهم وأملاكهم وأرزاقهم وكل شيء تقاسموا فيه مع وخياننا الليبيين هذا ما معناه أن يكون المسلم أخر للمسلمين هذا ما معناه إنما المؤمنون إخوة هكذا ما معناه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه هذا المستوى الأول الخير مازال في شعبنا الرحمة مازالت في شعبنا القيم النبيلة مازالت في شعبنا هذا في المستوى الأول المستوى الشعبي المستوى السياسي عندما تدخلت السياسة عبر لعبة المصالح واستعملت وسائل الأعلامي لأجل الانتصار لهذا الحزب أو لذاك حصلت الهوى بين الشعب وما بين رجال السياسة نعم والله ورجال السياسة وعبر الأعلام يتحثوا على مشاكلهم هما ونساوهمهم متاع الشعب وليهذا هذا المشبه هذا اللي يحصل رأي عندها القدرة على أن تهفت الأجواء عندها قدرة على أن تحبب المواطن التونسي في العمل عندها قدرة على أن تحبب التونسي في أن يجعل مصلحة للوطن هي فوق كل الاعتبار هذا واجب يا سي محمد هذا واجبون على وسائل الإعلام ولكن الواجب الأكبر على القادة أيضا على أهل السياسة أنهم يكونوا هما القدوة أنهم هما ليهديوا الوضع بشي الوضع يهدأ طعلا الوضع يهدأ احنا رجال السياسة ما قاعدين نروا فيهم ماهماش قاعدين نازلين للميدان وماشيين للجهات ويأروا في الناسش نقصهم ونقصهمش مايش قاعدين نروا فيهم في الاتحام المباشر مع المواطنين م clinical معرفة مشغلهم ومشاكلهم مثني ناش هذا وإنما نراهم عبر الشاشات ونراهم عبر المنابر وعبر الحوارات الحوارات اللي ثمش نهية الحوارات هي عبارة عن صراعات وعن نزاعات بين الأحزاب المختلفة نعم وبعض وسائل الأعلام تغذيها تغذيها حتى أصبحنا نسمعه في الكلام السيئة والتنابس بالألقاب والحط من القيمة الشخصية للإنسان واعتباره واعتباره الذاتي هذا الكل قسم المجتمع وخلى ثم أذغين وثم أحقاد ومع ذلك لو كان الناس تتعقل لو كان وسائل الأعلام بعض وسائل الأعلام تقوم بالدورة متاحة كما ينبغي في لحظتنا هذه في زماننا هذا واجب الوقت الآن واجب الوقت كيف ما قال المواطن الساعة منذ قليل على أن التوانسة يقرب لبعضهم على أن ينسوا جميع المشاكل اللي عند علاقة بالسياسة ويخمهم فيها البلاد ويخمهم في اقتصاد البلاد ويخمهم في السبلة من شأنها أن تعيد الطمأنينة إلى كل تونسي نواصل مع المكالمات الهاتفية إن سمحت يا أستاذ أحمد وسأعود إليك لأن نفهم مكالمات عديدة ويرد عنينا اليوم في زدني علم نحاول نفس حالها المجال ومرحبا بها لأنه ديما مش يكون برنامج مباشر وسيفتح لكم المجال للتحاور والإبداء الرأي معنا نيرمين بن علي من سفاقص مرحبا يا نيرمين مساء الخير يا نيرمين إذا كان يحاضر معنا مرحبا بيك نيرمين يعيشك خيري نوري مساء الخير مساء النور يعيشك مرحبا بيك يعيشك تفضل لمن الأمر يحير فعلا لكن عندي سؤال بسيط برشا متمنى تم إيجاب عليه بغض النظر على شكون صحيحة وشكون الغالطة وشكون كذا خاطر تم ملاحظة أنه تم برشا مغالطات إعلانية معنا أنت تعتبر أنه نيرمين العارض السياسي الطارق السياسي مش ممكن أبدا أنه يغير من الأصل ومش ممكن أبدا يغير من الثوابت اللي تبنت عليها هذه الأرض الطيبة حتى وإن كان هذا الطارق موجود في مرحلة معينة ميزموش يأثر التأثير السلبي على ما هو ثابت وعلى ما هو أصل لأنه احنا الثابت لدينا أنه جسد واحد وأمة واحدة ونختلف وهذا مهم ديما نقولو أراء والاختلاف به به أنك تكون فرما مغايرة في الأراء ولكن المغايرة وإذا مهاش تخلينا نمحي الأصل والقاعدة الأصلية اللي بنين عليها نعم نيرمين نعم بقضية الواجب الواجب على وسائل الإعلام وتواصلا مع ما تفضل به أخي الأستاذ محمد وما كنتم بصدد التحاور فيه واجب وسائل الإعلام أنت قلت أستاذ نوري هذا واجب لكن مدى تفعيل هذا الواجب في الواقع هل نرى وسائل الإعلام على وطيرة واحدة ألا نرى في وسائل إعلامنا في المحيط التونسي وسائل إعلام تصب الزيت على النار بل تدعو إلى الأصيان المدني حرفيا مش بالتلميح مش بالتضمين بالتصريح يدعونا إلى أصيان مدني ويستضيفون أشخاصا يحرضون يحرضون المواطنين على الأصيان المدني وعلا 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 فلحول ولا قوة اللب له كيف ينزلق الإعلام اللي هو من المفروض يحمل رسالة وطنية قبل كل شيء يحمل رسالة إنسانية يحمل رسالة حضارية وإذا نقول إنسانية ووطنية وحضارية معناها تحضر فيها القيم نعم طبعا معناها تختفي منها الحسابات الضيقة والإيديولوجيات المقيتة التي لا يرضى عنها الإنسان الأبي والمواطن الشريف نعم هي أرى دور وسائل الإعلام دور مهم ودور كبير ورسالة هي رسالة مهمة أستاذ أحمد ولكن المسؤولية المناطة بالأعلام ليست هي كلها مسؤولية الأعلام هو طرف هو طرف وهو طرف رئيس لأنه أنا نجم نشاهد حتى الفضائيات العربية نعم حتى الفضائيات الأجنبية قد تبث خبرا وقد تعالج مسالة معينة ولكن أنا وين عقلي وين اختياري في مستوى التنبؤية أو في مستوى تقبل الرأي اللي ربما الرغم حرف هناك تعبئة رأي عام هناك شحن هناك استمالة لبعض ربما ضعاف العقول والقلوب طبعا نحن مناش نتوجه بالكلام هذا لكل وسائل الإعلام لا ليس هذا ولكن فما تفاوت وفما وسائل الإعلام يعني ذهبت إلى أقصى الحسابات الضيقة والحسابات الإيديولوجية المقيتة نعم وإحنا كما قلنا رسالة الإعلام هي رسالة حضارية إنسانية وطنية نعم وإذا قلنا حضارية إنسانية وطنية معناها لابد أن تحضر فيها القيم ويبقى الإعلام طرف من الأطراف فأهل السياسة نعم والمواطن العادي ومعناها الجمعيات وكل مكونات المجتمع المدني هي تتحمل مسؤولية الجميع يتحمل مسؤولية نعم كلكم راعا وكلكم مسؤول عن رعيته نواصل لمشاهدين الكرام مع المكالمات الهتفية الوردة علينا في زدني علم أنا مش مشيه لسوسة مرة أخرى مع أخونا مصطفى مرحبا بك سيمو صفى أهلا وسهلا بك مرحبا بك وكل مشاهدين الأعزاء في سوسة بارك الله فيك عايزك تفضل سيمو صفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكاته مرحبا بكاته اللي أشمش يعرف هو في حديته أشمش يعرف من من الإدارة مش يقود فيها شرر ولا شرر نصف بشيارف الدوزيات يعرف كده يعرف كده يعرف كده كم مسؤولا شهره يعقموا يعقموا يعقل شوي ماذا بيين يحكموا العقل شوي وخلوه الدنيا رائدة ويكملوا وطولة بلطولة يجيب أحسابه ومعناها غير مشاكل من غير يعني نعم الثبات يعني اللي هي ملفت اللي هي معناها سهل نعم ورأيك وصل إخويا مصطفى أنت تدعو دائما إلى تحكيم العقل وهذا باي أنه الإنسان يحكم العقل شكر لك جعتك صحي يا سيمو صفى وتحياتنا من جديد لكل مشاهدين في سوسا سيمو حمد تحكيم العقل هو الحل لأنه صحيح الإنسان سيكون تحت وقع العاطفة والأحداث الأليمة اللي يراها أحيانا في بعض الفضائيات أو في بعض المواقع يخليه يتألم ولكن ردة الفعل يزيما تكون مدروسة وردة الفعل يزيما تكون حكيمة ومتعقلة تعم ومن خلال تدخلات المشاهدين الكرام نعم يبدو على أن ثم صوت لأن التوانسة بطبعهم يرفضون للعنفة ويرفضون للفوضى ويرفضون للدخول والاتجاه إلى المجهول ونحن على الأقل هذه عينا عينا ريناها صوت الحكمة صوت العقل يجم يغلب واختاش رب سبحانه وتعالى يعطينا تجارب الجماعات البشرية والأمم وإلا المجتمعات المحيطة بنا لنعتبر نحن عندما نتحدث عن مصر ونسأل الله أن يجنبها كل مكروه نتحدث من باب الاعتبار نتحدث من باب الاعتبار لا من باب أن تكون التجربة موجودة من جديد لا لا قدر الله لأن عندنا في تونس من الطاقة ومن إمكانيات ومن القدرات ومن الكفاءات ومن الجمعيات ومن المنظمات هذه كلها مش تتدخل من أجل ماذا؟ من أجل تغليب صوت العقل هكي علاش رجال السياسة وهكي علاش الأحزاب السياسية وهكي علاش أهل القرار في البلاد يلزمهم يستمعوا إلى المواطنين ويلزمهم ياخذوا بعين الاعتبار مشاغل المواطنين التوانس الكل توع على قلبي رجل واحد يحب الهدوء يحب الرياض يحب بلادنا تخرج من الفترة هذه بسلام ولا يمكن أن يكون ذلك إلا إذا كان هكا التصافي اللي تحدثنا عليه إحنا رأوا تختلف العقول ولكن تجتمع القلوب قلوبنا متجمعة وعقولنا من مختلفة واختلافنا في عقولنا رأوا موش من أجل التناحري وإنما من أجل تحقيق مصلحة البلاد ومصلحة العباد هذا اللي نرتجيه وأعتقد جازي من وأنا على ثقة من ذلك على أن راهي تونس كيفما قال هو فيها منارة كبيرة اللي هو جمع الزيتون وفيها رجالات عظام هؤلاء هم الذين بجهودهم وبمسؤولياتهم وبكفاءاتهم هم اللي ماشي يرجحوا صوت العقل ويخلينا نخرجوا منها الفترة هذه بسلامة بإذن الله بإذن الله نواصل مع مكلماتنا الهاتفية نصلا ناخذ أكثر ما يمكن منها في حصتنا اليوم مع أخونا الطيف بن موسى من كبلي مرحبا بك أخونا الطيف أهلا وسهلا بك السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله تحية لقناة القلم وعلى الأخ النوري والأخوين العزيزين والصديقين في محمد المديني في أحمد بوشخيمة شكرا يا أخ الطيف شنحولك بلي أخوين الطيف الحمد لله نسألنا العافية اليومة الإسلام جميعا الموضوع شيق مرحبا بك الله يبرك فيك والله يا أخي مأساة الأمة في هذه الفرقة وفي هذه المحنة التي نتمنى ذوالها الإسلام لا يحظنا على الفرقة والتناحر والتقاتل وإنما ننظر ما المأساة التي تقع في مصر والمجازر والذين يصفقون لها والذين يريدون أن يتحول هذا الأمر إلى بلادنا فتونس بلد الخير شعب متماسك شعب مسلم الحمد لله له من القيم الخلوكية وله من الفهم والإدراك والتعاون والانتجام وقد لاحظنا هذا يعني في بداية إسقاط النظام تماسك بين الجهات وتعاون وتوادد وقوات الخير نعم لكن السياسة تأثرت علينا الأحزاب السياسية هي التي أثرت على هذا الشعب فنريد من أهل السياسة أن يتعقلوا ووسائل الإعلام قد وضفت وهناك استفاف خطير نخشى عليه نخشى على شعبنا من هذا الاستفاف وبالتالي نريد لصوت العقل أن يعلو وللحكمة أن تسود ولأهل الخير أن يتكلموا بالحق وأن يخفت صوت العنف والتقديل والدماء والإرهاب والتعذيب والفتنة وإسلامنا وديننا يحصنا على التعاون والانتجام بينما هذه الأصوات الناعقة التي تريد أن تفتن في الأمة وتريد أن تخرج الأمة عن مرجعيتها الأصلية فمرجعتها إسلامية وهذه المرجعية الإسلامية هي الظامن الوحيد لإحديث للشعب نعم لكل رأيه ويحترم الرأي في إطار تبادل الأراء لكن لا على أساس الفرقة والتناحر والتقاتل تبادل الأراء تبادل الأراء تبادل الأراء سوعداء بهذا التدخل المباشر من قبل لأن كل المكلمات اليوم في البرنامج كلها تجتمع على تغليب صوت العقل وهذا هو البارز نحن نهار 14 جن في الناس الكل خرجت لكي تثور على كل أشكال الفساد وعلى كل أشكال الظلم وعلى كل أشكال القهر ولكن ما نحبوش اليوم نشوف هذه الجهود تتشتت نحبو الناس الكل تكون يد واحدة وتكون قلوب واحدة وربما مش تقاوم بعضها لأنه اختلفت سياسيا واختلفت إديولوجيا لا وإنما تقاوم الفقر تقاوم البطالة تقاوم المشاكل الاجتماعية تقاوم كل أشكال اللي تخلينا نوخر لذلك نحن مدعونا جميعا أن تتحد الجهود وتكون كلها منصبة من أجل الارتقاء بتونس إلى ما هو أفضل وأحسن حتى دائما نقولها حتى وان اختلفنا شكرا لك خيال طيف نحب نحييك ونحيي كل مشاهدين في كبيلي ونشاء الله دائما نطلقه معكم في الخير شكرا وتحية لكم يعيشك شكرا لك إذن نشوفه من مختلف الولايات سي أحمد صوت الحكمة وهذا بهذه معناها في الشعب التونسي اللي عودنا ديمة بوعيه عودنا دائما بتناوله لأمهات القضايا بفكر رصين وهذا هو البيه هذا ليس غريبا ليس غريبا على هذا الشعب الطيب الذي عبر التاريخ القديم والحديث أثبت تماسكه وتضامنه أثبت أنه من طين جيدة أثبت أنه راسخ في هويته وفي أصالته نستقرأ التاريخ ونشوفه الهزات التي كادت تعصف بالبلاد منذ العهد الفاطمي والتناحر الشيعي السني وإلى هذه دروس يستطيع منها العبر والتاريخ ليس لسرد الأحداث التاريخ لنأخذ منه العبر والله تعالى يوصينا بذلك في القرآن أفلم يسيروا في الأرض فينظروا معناها وعاقيبة الأمم السابقة ونجد إشارات كثيرة في القرآن تدعونا إلى التأمل وأخذ العبر من كل ما هو تاريخي والحمد لله أنا شوفنا من أماكن مختلفة من تونس وكل الناس تدعو إلى التعاقل وإلى الحكمة وإلى رصانة وإلى نبذ الخلافات وإلى تغليب المصلحة العليا مصلحة الوطن فوق المصالح الشخصية الآنية السياسية الضيقة الإيديولوجية نعم نجد ونوصله دائماً مع مشاهدين الكرام في تفاعلهم معنا اليوم في زيدني علماً نمشي الخون عبد الله من بن عروس مرحبا بيك أخويا عبد الله السلام أخويا وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بيك أخو بيك عايشك بكايني نحلم معنا عرش يعني أخويا عليش تحلم رك في الحقيقة مرحبا بيك فكرت الماضي فكرت الماضي اللي مفهماش الشي هذا إن شرح صدقني صدري إن شرح إن شرح كبير وحبني يعني لدخل ربوا بكلمة يعني مرحبا بيك مرحبا يا عبد الله مرحبا بيك وبيت عايشك رحمة لك ربي سبحانه وتعالى يقول إن المؤمنون إخوة إنما إنما المؤمنون إخوة لا إلا الله محمد رسول الله إنما المؤمنون إنما أخوة ما أصلحوا بينا أخويكم سعي ولا إلا الله محمد رسول الله أحنا يجبنا نصلهم نصلهم بين الناس لنناش نتبغض نتحاس surfaces لم يشير كما صار في بلدان أخرة ولذا يجبنا نحكم على العقل وليلا الله محمد رسول الله الزمن نمش على طريق واحد وهالحاجات اللي صايرة يعني في الأحزاب وفي بعض لجماعة التأسيس يعني اللي خرجوا يعني شادين القصمة شاديننا بردو نشوفوا كيفاش يعني بالشوية رجعهم يعني ما لهم قلة وانسا ومالهم يعني من مسلمين كيفا وقيانا يجلنا رجعهم بشفاية فيهم يعني فئات اللي قاعدين يحرضوا يعني يعبروا في عمليات يعني بس يهدموا اللي تبناء في تونس واللي الحمد لله يعني تحقق في تونس والحمد لله اللي يعني الشعب يعني شعب يعني مرتاح رائع يعني ما هوش يعني كما كان قبل يعني يخرج من الدار من نرفز يروح من نرفز والله صدقني نخرج من الدار يعني 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 عصابي قبل والشعب التونسي لكله مرتاح رأى وحتى وكان ثم طرق مختلفة انت يقول طريق واحد نلتقي على طريق الحق ولكن حتى كان كل واحد مشاف طريق ومع ذلك نلتقي على حب تونس وعلى حب هذه الأرض الطيبة وعلى نصرة القيام الطيبة اللي يدعو إليها ديننا الحنيف ومن غير شك الناس الكل ان شاء الله تجتمع عليها لأنه في اجتماعنا عليها رأوا اجتماع على وحدة هذا البلد وتماسكه اللي ان شاء الله ديما يبقى صامدا صامدا شكرا لك سيا عبدالله نحب نحييك نشكر بالله ونشكر الأخوة اللي في البرنامج الأساد الأستاذ محمد المدنينة والأستاذ أحمد بوشحيمة وإن شاء الله ربي اكتفر من أمثالهم يعيشك في كل القنوات مش في قناة القلم ولا الناس ولا في أي قناة يعني يعيشك يعيشك يعتك سح يا عبدالله يا أخويا كمل معنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا كمل معنا البرنامج وإن شاء الله ديما مرتاح البيت مرحبا بيك سي محمد ختاما في حصتنا اليوم ينتصر دائما التونسي إلى الاعتدالي والتوسطي ينتصر إلى التماسكي ينتصر إلى التناصحي والاجتماعي وهذا هو الشعب التونسي هذا هو أصل الشعب التونسي أصل أنه أصل أصيل ما يثلج الصدر أن المواطن البسيط يتكلم بلغة الحكمة وبلغة العقل المواطن الأخير هذا المشاهد الأخير يقول حتى أخيانا اللي في باردو اللي خرجوا من التأسيسي ماذا بينا يعودوا يرجعوا يعني لأن التونسي في نهاية الأمر ما فيه شكل حقد واكي الضغينة واكي الكراهية الخوة التونسي محلاها عفوية عفوية ما معناه يقول لأ أن أفراد الأسرة الواحدة اختلفوا وقت اللي يختلفوا ما يلزمش يتبعدوا يلزمهم يتقاربوا هذه دعوة من مواطن بسيط هذه رسالة مضمونة الوصول إلى جميع الأحزاب السياسية ليش؟ باش يتلقوا من أجل ماذا؟ من أجل مصلحة البلاد وإن شاء الله تكون الحوارات وتكون المنابر اللي موجودة في الفضائيات في مثل هذا الاتجاه لأنه في مرحلة امتع شدة وما أفضلش من أنه التونسي يكون بجنب التونسي وما أفضلش من أن نحل مشاكل البلاد بالتقارب لبالتنافر إن شاء الله هذا التقارب هو الحاصل بيننا جميعا لأنه بإمكاننا أنه الناس الكل نتغلب على الصعاب مش نمشي من جديد إلى مشاهدين الكرام وإحنا سعداء بأنه اليوم نتجول عبر مختلف ولاية الجمهورية مش نمشي إلى قفصة وإلى أختنا أمينة مرحبا بيك يا أمينة عسلامة مرحبا بيك يا أمينة يعيشك مش نحوال قفصة أمينة سلمنا عليهم من كل يعيشك لابي الحمد لله اللي شاهدون الكل في قفصة نسلموا عليهم وانت زاد نسلمنا عليهم يعيشك بالله نحب نحكي على كل أكلام اللي حكي فيه في مكرم بكري في مكرم رقيق من الساقف أيوة يلزم ما نقصيوش الأعلم بالعكس يلزمنا كل نكونوا مع بعزنا وكل نكونوا يد واحدة هذا اللي قالوا مكرم راهو هذا اللي قالوا مكرم أي عليه نقصيوك الأعلم احنا عملنا الصورة بس الناس تضامن مع بعضها وناس يجب الناس كل يكونوا يد واحدة صحيح عليها اقصاء الاعلام لا لا ليس اقصاء الاعلام لا لا ما قالش مكرم اقصاء الاعلام معناها حتى نكون انت امينة واحنا نكون زدى امنا مع مكرم بالعكس معناها هو دعا الى ان تكون هذه القيم السائدة مبين كل الناس بقطع النظر عن الانتماءات السياسية يا امينة قال راه اليز ميسود هو انه الشعب هداية طيب يكون متقارب اكثر فاكثر بعيدا عن كل الصراعات الموجودة او المنافسات والموجود في 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 الشأن السياسي هذا اللي قالوا اخونا مكرم ونا نحيي ونحيي كنت على انك تصرين على مثل هذه المواقف ايوه يلزلنا نكونوا معا يكونوا نصوت واحد نعم سواء من قفصة ولا من ساخص ولا يعطيك صحة كل يد واحد كل رأي واحد نحن صورتنا ونعنده اللي يصير خير للبلاد اللي باش يجي خير للبلاد صحيح وهذا هو المهم اليوم احنا في مثل هذه المرحلة التاريخية اللي تعيشها بلادنا نعيشوها واحنا سوء عداء اولا بكون هذه القيم ادخلينا في اختبار مع انفسنا صحيح ربما هذه القيم ساعات تتفاوته ولكن مع تفاوتها ادخلينا نختبر رواحنا هلترا احنا قادرين على انه نصمد في هذه المحن ولا لا واللي ثابت واكيد انه الشعب التونسي قادر دائما بحكمته وبتبصره وقادر اولا بهذه القيم النبيلة اللي راسخة فيه انه يتحدى كل الصعب يعطيك صحة يا امينة نحب نحييك ونحيي كل مشاهدين العزافي قفسها يا عيسك نحيي الاستاذ احمد واستاذ محمد شكرا معاك في الاستوديو يا عزك صحة مع التحية والتقدير لك يا امينة سي احمد في ختام موضوعنا ماذا يمكن ان يقول سي احمد ونحن التقينا بالتصافي واظن ان التصافي هو الذي يختمه لابد ان يكون دائما هو الموجود اقول بارك الله في الشعب التونسي وله وعليه بارك الله فيه وبارك الله له وبارك الله عليه وعسى ان يأخذ الساسة العبرة مما كان يقوله هؤلاء المواطنون الطيبون من قفصة من كبلي من سوسة من صفاقص من كل جهات الجمهورية الكل وكأنهم اتفقوا ولكن الجميع تكلم بما في نفسه بما في قلبه بتلقائية ما فيماش علاش نتناحر ما فيماش علاش لا في مصر ولا في سوريا ولا في تونس ولا في ليبيا ولا في اي بلد اسلامي عربي ما فيماش علاش لانه ما يجمعنا اكثر مما يفرقنا اللي فرقنا الكرسي شوف اللي يجمعنا الدين اللغة الاصل التاريخ الوطن التراب يا رسول الله هذا من الكل معناها نخليهم ونكفروا بهم ونتنكروا لهم ونديروا لهم ظهرنا وننظروا كان للكرسي لا حول ولا قوة الا بالله رب يهدينا ان شاء الله عسى ان يلطف الله بالشعب المصري الحبيب وان يكتب له الخروج من هذه الازمة بسلام ان شاء الله وباقل الاضرار نسأل الله ان يحقنا دماءهم وان يصون اعراضهم وان يجعل بلدهم وبلدنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين امين سي محمد من المسؤول على ان يرسخ هذه القيم في القلوب يعني ترى الاسرة المؤسسات الجماعات الجماعات شكول اللي يجب يرسخ هذه اللي احنا في حاجة بالحق انه نجم نختلف معاك نجم احيانا ربما تكون فما مسافات بيني وبينك في الافكار ولكن مع ذلك صفي القلب شكولوا احنا في المثل الشعبي خيار المؤمن قلبه الصفي خيار المؤمن قلبه الصفي ومحلية هذه القيم ومحلية القيم النبيلة المأثورة في الاقوال وفي الامثال هاك اللي تخرج من عمق اعماق هالمواطنين اللي عبروا تعبير صادق على حقيقة التونسي نعم هذه الاولى اثنين المسئولية هي مسئولية الجميع كلكم رعن وكلكم مسئول عن رعيته الاسرة عندها دور كبير ياسر من خلال التكاتف ومن خلال التضامن وخلالك التربية التربية اللي تربط بين افراد الاسرة المسجد من خلال الائمة ثم دور كبير ياسر في مستوى تجميع القلوب وفي مستوى تصفية القلوب في مستوى الدعوة الى التألف وسائل الاعلام عندها دور كبير وكبير ياسر في مثل هذه الظروف باش تجمع بين التوانسة وباش تتألف بينتهم رجال السياسة زده كيف كيف دورهم كبير في الاقتراب من المواطن ومن مشاغل المواطن من الاستماع اليه ومن خدمة المصر الحمتاع وكل فرد من افراد العلماء المفكرين إلى غير ذلك كلهم رعون وكلهم مسئولون عن الرعي ورب يسأل الله يوفقنا لما فيه الخير ونسأل الله يجنب بلادنا الفتنة ما ظهر منها شكرا لك أستاذ محمد مع التحية والتقدير على حضورك وخاصة على رحابة صدر ربي بارك فيك في جميع المشاهدين شكرا أيضا للأستاذ أحمد بوشحيمة مع التحية والتقدير أستاذ أحمد الشكر لله أولا وآخرا بارك الله وفيك في الأستاذ محمد وفي كل المشاهدين الذين تفاعلوا معنا بإيجابية وبأريحية ونسأل الله أن يكتب الاستمرار لهذه الحصة بما ينفع البلاد والعباد وهذه القناة الطيبة أن يكتب لها الله الدوام والبقاء والاستمرار على ما يرضي الله وبما يرضي الله إن شاء الله حاب نعتذر لمشاهدين الكرام لأنه فم عدد دوافر من المكالمات الهتفية من الجمعينة ناخذ ربما حتى معناها القدر الكافي منها ولكن إن شاء الله نعيدكم في حصص قادمة من زدني علما لنفسح لكم المجال للتعبير ولإبداء الرأي فشكرا لكم على تواصلكم مرحبا بكم دائما في زدني علما اللي انطلقوا فيه معكم كل نهار أربعة في التاسعة وكل نهار جمعة في التاسعة أيضا في توقيت مساء طبعا ويكون اللقاء بيننا وبينكم عبر فقرات أخرى متنوعة على امتداد برمجة قناة القلم شكرا على المتابعة وإلى اللقاء